توفد المصريون على مركزي الاقتراع بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان والقنصرية المصرية بمحافظة العقبة في اليوم الثاني على التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 حرست البعثة الدبلوماسية المصرية في الأردن على وجود عدد كرسيين متحركين للمواطنين أصحاب الحالات الحارجة أو كبار السن أو من المرضى أو غيرهم من أجل توصيلهم من بداية وصولهم لمقر السفارة وحتى مركز التصويت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 كما قدمت السفارة المصرية بالأردن وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية شكرا